موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ينتهي اللقاء بالهزام الجزائر أمام المغرب بهدف مقابل سفر المجموعات ملعب مولاي عبد الله بالربار المصريون بنباس أبيض يسجلون الهدف الأول انطرف جوعة العبد الحميد في الدقائق الأولى يوديف زاكي إمام الهدف الثاني نراقل الهدف المصريين نسل أبيض الأولى ويونس هيمان ينسل في أجيسيا أجيسيا 2 و أجيسيا 0 موسيقى 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 والهدف الأول لصباح المتخب الميجيري عن طريق أورينوسو لكن يرفضه الحكم فنرى لماذا يرفض أو رفض الحكم هذا الهدف طبعا لوضع التسلل الظاهر سنقول حيث أن اللاعب كان في آخر الصف ووراء آخر مدافع كاميروني سنقول حيث أن اللاعب كان في آخر الصف ووراء آخر لصباح سنقول حيث أن اللاعب كان في آخر الصف ووراء آخر الصف ووراء آخر لصباح سنقول حيث أن اللاعب كان في آخر الصف ووراء آخر الصف ووراء آخر لصباح سيقاف أن اللاعب كان لصف ووراء آخر للصف ووراء آخر لصف الشوط الثاني انتهى بالتعادل سفر مقابل سفر ونجا الفريقان الى الوقت الاضافي لتعيين الفريق الاكثر استعدادا والاكثر خبرة يهربوني الوقت لانه مقابل استعداد ونجا الفريق والجان فهدر إلى بقابل فقط موسيقى 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 سابقى موسيقى 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 المترجم الوقت ثالث مهائي متتالي للكاميرون والثاني تتويد ترجمة نانسي قنقر